للأسبوع الثالث توالياً منذ اندلاع الأزمة في السودان تتواصل المعارك بين قوات الجيش والدعم السريع دون أن تلوح في الأفق مؤشرات التسوية السياسية مع دخول الهدنة الخامسة بين الطرفين يومها الثالث والأخير وسط اتهامات متبادلة بخلقها المعارك تركزت أساساً بمنطقة الخلطون بحر الإستراتيجية بالعاصمة حيث استهدف السلاح الجو التابع للجيش أرتالاً تابعة لقوات الدعم السريع خارقة الهدنة الهشة رصدنا تحركات أرتال العدو من الغرب إلى العاصمة وهو انتهاك للهدنة المعلنة دمرنا هذه الأرتال فجر الأحد جنوب يزريبة والمويلح كما تم تدمير رتل في منطقة فتاشة كان بصدد إسناد قوة المتمردين المتحرك بشارع الصادرات مستمرون في تهيئة الظروف المناسبة لنزول الشرطة تدريجياً إلى الشوارع بالتزامن مع عمليات التمشيط قوات الدعم من جهتها قالت إن الجيش واصل انتهاكاته للهدنة الإنسانية المعلنة في يومها الثالث والأخير مؤكدة استعداد الأخير لشن هجوم واسع من خلال كتائب الأمن الشعبي التي قام بنشرها في العاصمة بزي الشرطة استمرت انتهاكات القيادات الإنقلابية بالقوات المسلحة للهدنة الإنسانية المعلنة وهجم الإنقلابيون مواقعنا بالخرطوم بالمدافع والطائرات استعد الإنقلابيون للهجوم على قواتنا بعد اندمام كتائب الأمن الشعبي بزي شرطة الاحتياطي المركزي لقوات الإنقلابيين وفي انتظار ما ستصفر عنه الساعات القادمة مع نهاية الهدنة المعلنة بين الطرفين يتواصل ارتفاع الخسائر البشرية بإحصاء وزارة الصحة السودانية قرابة 600 قتيل و5000 جريح يأتي ذلك بينما أشرت إحصاءات أممية إلى نزوح نحو 75 ألف سوداني نحو دول الجوار اشتركوا في القناة